اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المطلوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلومي قبل إيمي كتاب ولا تخطه بيمين كيذ الأعتاب الموطنون بل هو آيات بيناته في صلول الذين موتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عيد الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاصرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم مغتدا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب مي فوقهم ومي تحت أرجلهم ويقول لطوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا فاعبدون كل نفسي جائقة المرور ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنظروا بأنهم من الجنة غرفا تجريمي تحتها الأنهار جنات تجريمي تحتها الأنهار وخالدين فيها نعم أجل العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأني دابة لا تحمل رزقه الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وليس أنتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وليس أنتهم من نزل من السماء ما فأخياب الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيبان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى بر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرما آبنا ويتخطفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون ومن نعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله نمع المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراطا مستقيم صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولا بهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرق المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وظهر عزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخر وهم مغافلون أولم نتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعقل وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم نسيروا في الأرض فيانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة واتار الأرض وعملوها أكثر مما عملوها مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صم كان عقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخرب ثم يعينه ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم الكافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يدفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة ينبرون وأما الذين كفروا وقدذبوا بآياتنا ولقاء الاخرد فأطرفناهم في الآيات الدنيا أما الذين كفروا وقدذبوا بلقاء الاخرد فأما الذين آمنوا وعبدوا الصالعات فهم في روضة يعبرون وأما الذين كفروا وغذبوا بآياتنا ولباء الاخرد فأولئك في العذاب مغضرون فصرحان الله إين تمسون وإين تصبحون وله الأمن في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الأيام من الميت ويخرج الميت من الحي ويخلي الأرض بعد موتها وبذلك تخرجون ومن آياته أن خلق قمي ترامي ثم إذا آتم شرون تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وددا ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف والسنتكم وألمانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغوكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيبه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آتم تخرجون ولهما في السماوات والأرض كلهم مطاندون وهو الذي يبدأ الخرص من العلو وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر